بمناسبة الحكام قبل ما اختم واطلع فاصل اريد تصريح للكابتن عصام عبد الفتاح امبارح او اول امبارح التصريح بالنسبة لي كان غريب لان الناس خدت التصريح ده وتعاملت معاه باطار كوميدي او اعتبروها نقطة وهو ان الكابتن عصام صرح في احد المواقع الرياضية وقال ايه ان الاتحاد المصري طلب محاضر دولي يكون موجود في معسكر الحكام في الفترة من 25 ل29 فالفيفا اسند لي المعسكر فانا اللي موجود او اتقال ان كلاتنبرج طلب فجاله الكابتن عصام انا مش اي مسئول او اي شخص يطلع يقول تصريح باخده من المسلمات لازم اسأل ولازم ارجع ولازم اشوف اللي حدد معاد المعسكر اللي موجود دلوقتي في مصر من 25 ل29 ل29 هو الكابتن عصام عبد الفتاح مش مارك كلاتنبرج اللي حدد توقيت المعسكر ده هو الكابتن عصام عبد الفتاح مش مارك كلاتنبرج واللي بيحدد معاد المعسكر بيطلب ان يكون فيه محاضر بيطلب ان يكون فيه محاضر طيب كابتن عصام حاليا مش رئيس اللجنة مين المحاضر اللي هيجي لك؟ في افريقيا معروف ان كل مناطق بتبقى عبارة عن زون في شمال افريقيا في جنوب وغرب افريقيا في وسط وشارع افريقيا منطقة زون الشمال بيبقى المسؤول عنها كمحاضرين من الكاف تحديدا اتنين كابتن عصام عبد الفتاح والكابتن يحيى حدقة الكابتن عصام والكابتن يحيى حدقة من المغرب قبل المعسكر ده في مصر كان فيه معسكر زيه في تونس اثناء اختبارات اللياقة البدنية للقايمة الدولية كان الكابتن عصام في تونس يعني هل تونس لما طالبت جالها الكابتن عصام؟ هو أصلا الزون ده للكابتن عصام والكابتن يحيى حدقة راح الكابتن عصام في تونس وحاضر لحكام تونس لان دي محاضرات تسقفية للحكام في الفترة الحالية قبل بداية الموسيقى ده الفيفا بتعمله لكل الاتحادات اللي عاملة تعمل محاضرات تسقفية وعايزة تسقف الحكام وتديهم آخر التعليمات الخاصة بقانون اللعبة طيب لما كان في الجزائر نفس المعسكر ده قبلها في شهر تمانية أو أواخر سبعة كابتن عصام مراحش الجزائر ما عنديش تفاصيل ليه مراحش يعني هو يسأل في الجزائية دي ويحيى حدقة المغربي مراحش الجزائر وأكيد أنتوا عارفين ليه يعني مراحش الجزائر لكن تم الاستعانة بيتينبان دا دي حكمة كرة نسائية كانت موجودة في لجنة الحكام تم الاستعانة بيها قبل علاية تشكيل الجديد للجنة الحكام وراحت حضرة للحكام الجزائريين وبالتالي مشكلة تنبرج طلب فبعت له الكابتن عصام عشان هو المحاضر الدولي يعني النقطة دي مش صح والكابتن عصام لما صرح وقال كده ما قالهاش بالتفاصيل لأن اللي حدد معاد المعسكر كان الكابتن عصام هو اللي حدد وهو جهو اتحاد الكرة معاد المعسكر من 25 ل29 تسعة لأن التوقيت دا لما حدده هو كان محدده لأن كان عنده ترتيبات أن اختبارات الليقى البدنية والحكام الدوليين المرشحين تبقى أثناء المعسكر لكن جيل فيفا لما غير معاد إرسال الأسماء وخلل معاد 25 تسعة فتم تبكير معاد اختبارات الليقى البدنية والقشف الطب للحكام فبقى قبل دا بعشرة أيام وبالتالي التوقيت دا اللي في المعسكر الحالي خدوا بقى المفاجأة ما فيش فيه ولا حكم دولي ما فيش فيه ولا حكم دولي لأن لجنة الحكام برضو بقى أقول اللي ليهم واللي عليهم يعني اللي ليهم مش كلا تنبرج اللي طلب فالجي كابتن عصام من الفيفا دا ما حصلش المعاد المعسكر اللي حديده هو الكابتن عصام لكن لما جيل كابتن عصام ماركك لاتنبرج عمل لقطة أنا شايفها مش كويسة وكان يجب على مجلس زرادة اتحاد الكورية يتدخل لأن دا ما ينفعش لأنها في النهاية يهم مصدقات التحكيم المصري دا معسكر للحكام عشان ياخدوا آخر التعليمات بالنسبة لقانون اللعبة ومحاضر فني موجود زي الكابتن عصام محاضر معتمد من الفيفا ومعه كمان حناشي كمعدل يقى بدنية ودول ناس معتمدة من الاتحاد الدولي يبقى المفروض ماركك لاتنبرج لما يبعت الحكام للمعسكر دا يبعت الحكام الدوليين ما ينفعش يبعت حكام الدرجة الاولى مش معنى ان الكابتن عصام هو اللي هيجي حاضر فانت تبعت له حكام الدرجة الاولى دا من الصح يعني دي لقطة مش مظبوطة وكان يجب على اتحاد الكورة والاسماء بتتبعت كان يسأل مين الحكام دول المفاجأة التانية ان الحكام اللي راحوا 70-80% منهم حكام مساعدين تخيلوا 70-80% منهم حكام مساعدين فقيمة المعسكر بالنسبة للمحاضر الدولي اللي جاي من الفيفا مش بنفس القوة لمعه الحكام الدوليين من مصر يعني لو المعسكر فيه امين عمر وابراهيم نوردين والبنة ومحمد عادل وسمي هالهل ومحمود أبو الرجال والحكام القبار دول برضو المعسكر بيبقى ليه قمته ومكانته لان كمان دول هايحكمه في الدوري فلازم ياخدوا اخر التعليمات لازم يبقى فيه محاضر موجود من الفيفا يديهم اخر التعليمات لكن تبعت يا كلتنبرج حكام الدرجة الاولى انت عايز تسقف حكام الدرجة الاولى عشان السنوات اللي جاية ماشي ما انت ممكن تطلب دفتة وقتات تانية لكن انت لغاية دلوقتي لا عملت معاسقة لحكام الدوري ولا معاسقة لحكام الدرجة الاولى لغاية اللحظة دا وحتى كمان دلوقتي انت مش موجود في مصر فأتمنى عشان اختم كلامه قبل ما اطلع فاصل أتمنى ان الكابتن عصام لما يعمل دور كمحاضر دولي بلاش يعني يبقى فيها سبايسي كده في التفاصيل وماركت لاتنبرج لما يبعد اسماء حكام يلتزم ويبعد تبقى للمعايير عشان احنا بالتأكيد الفترة اللي جاية مهم جدا يكون عندنا حكام دوليين على اعلى مستوى مش تلاقي الكابتن عصام فتبعد حكام الدرجة الاولى الصراع دا مش هيكون في مصطلات التحكيم المصري وانا مش هقول الا المعلومة السليمة اي حد هيقول لي معلومة لازم اتأكد منها واراجع وراها حتى لو كانت نقطة لازم اراجع وراها ولما راجعت وراها اتأكدت ان الكلام دا مش بنفس الدقة اللي تقالت بتصرحات شفتها في المواقع من الكابتن عصام عبد الفتاح